سياسية قوى في إطار محاربة الندر المفتعلة بخصوص الأدوية الموجهة لعلاج فيروس كورونا أكد القائمون في وزارة الصناعة الصيدلانية أن هناك إنتاجاً محلي يغطي كل الإحتياجات خاصة وجود مخابر محلية تصنع كميات وفيرة من هذا البروتوكول العلاجي ميكروفون رحمة حملات دواء نوكسابارين المصنع محلياً بالإسم التجاري فارينوكس والمستورد بالإسم التجاري لوفينوكس أيضاً هناك علامة تجارية إن شاء الله راح تصنع للشهر المقبل إن شاء الله بإسم التجاري تيرانوكس يعني هذا الدواء له مصنع محلياً ومستورد نقدر أن نعطيكم كميات موزعة لهذا الدواء نوكسابارين يعني كانت موزعت منذ شهر نوفمبر إلى منتصف شهر جنفي أو أكثر من 2 مليون 100 ألف علباء تتوزع إلى نهاية شهر ففري أكثر من 6 ملايين أو 3 ملايين أو 300 ألف علباء هذا وأكد القائمون على المخابر الجزائرية أن صناعة الدواء المواجهة لعلاج تخطر أذم المستعمل في علاج فيروس كورونا متوفر بجرعات كبيرة تصل إلى 3 ملايين جرعة شهريات أنا بمليون فاصل 2 جرعة والحقنا حاليا إلى 3 ملايين جرعة في الشهر من نوفمبر 2020 إلى ديسمبر 2021 الحقنا إلى 21 جرعة وحاليا نكمل الشهر نوفمبر 2022 إلى 24 مليون جرعة وطلعنا في الكاباسيتي لحقنا دوكار 3 ملايين جرعة في الشهر والشهر الجيل في فراين إن شاء الله نكونوا نعملوا 4 ملايين فاصل 2 جرعة في الشهر